سنويا يدخل الأرض أو يقترب من الأرض كذا كوي كبير لكن شاءة المغادير والصدق أنه ما يضرب الأرض يعني عبر يمها ويروح بس في واحد سنة 2035 راح يتقاطع مع مدار الأرض وهناك احتمال كبير وانا اقول احتمال كبير وليس اقول مية بالمية أنه يصطدم بالأرض هذه المعلومات التي قالها الفلكي عادل السعدون كانت تستوجب وقفه فكانت هذه الجولة على مواقع علمية وإخبارية للتأكد من صحة ما قيل يتنبأ علماء الفلك بارتطام كوي كبير بالأرض ويطلق عليه اسم أبو فيسة بعد 28 عاما هذا لو ضرب الأرض راح يطير لك قارة كاملة غير أن الغبار اللي طير راح يصير عندنا مثل الشتاء النووي يسمونا النبات يموت لأنه ما في تمثيل ضوئي يتبع الحيوان لما يلقى شيئ يأكله يتبع الأنسان ويعتقد علماء الفلك بحسب مجلات سكاي انتليسكوب الأمريكية إلى أن كوكب أبو فيس قد يصل الأرض ما بين عامي 2035 و2036 وأنه في حال وجوده على مسار تصادمي مع كوكب الأرض فإنه قد ينتج عن الاستضام قوة تفجيرية تفوق مئة ألف مرات قوة تفجير هناك طرق ممكن نتفادل كويكب بأنه يضربونه بقنبلة كبيرة نووية مثلاً بحيث أنه يتفجر أو يغير مساره يعني بدل ما له طريق معين يغير طريقه في طرق ثانية من ضمنها أن يرسلوا لمركبة فضائية وهذه المركبة تقترب جنبها بحيث التبادل الجاذبي ما بين المركبة ولو أنها صغيرة بس تأثر وفي الوقت الذي تحذر فيه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أنه لا يمكن القيام بأي شيء تجاه أي كويكب ضخم يتجه نحو الأرض إلا أنها أعلنت أن الكويكب ليس لديه أي فرصة لضرب الأرض عام 36 وذلك استناداً إلى حسابات المدارات المنقحة